إخواني أخواتي الكرام السلام عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد من الأعداد التعليمية للغة الإنجليزية على قناة ميستر أمين والموجهة لجميع المتحدثين باللغة العربية كما تعرفون هناك العديد من الكلمات في اللغة الإنجليزية التي تحتوي على حروف لا تنطق عندما ترى كلمات في اللغة الإنجليزية تلاحظ وجود حروف لا تنطق وأكبر مشكلة يعاني منه متعلمها اللغة الإنجليزية هو تحديد هذه الحروف كيف تعرف أن هذا الحرف ينطق أو لا ينطق ولهذا اليوم سأشارك معك بعض الأسرار التي ستساعدك في التعرف على هذه الحروف سنرى في هذا الفيديو خمس حالات مختلفة لحروف لا تنطق ولماذا لا تنطق تريد أن تعرف هذه الأسرار؟ ابقى معي أخي الكريم أختي الكريمة إذا كانت هذه أول مرة تشاهد فيديو على قناة مستر أمين فأنا أدعوك للاشتراك على القناة وتفعيل زر الجرس حتى تصلك كل فيديوهات التعليمية والثقافية والطرفيهية والسياحية التي نقدمها على هذه القناة إذن نبدأ مباشرة بالحالة الأولى هي عندما يأتي الكاي قبل حرف الأن في بداية الكلمة هنا لا ننطق أبدا الكاي مثلا لا نقول كنو نقول نو هل تعرفه؟ أو مثلا كلمة ناك من يطرق الباب؟ أو نيل يركى نايت الفارس ليست نايت بمعنى الليل تلكها لا تكتب بحرف الكاي تكتب فقط هكذا نايت بدون الكاي أو نعرف السكين الحالة الثانية هي مع حرف البي عندما يأتي حرف الأم قبل حرف البي أولا نرى عندما يأتي حرف الأم قبل حرف البي في نهاية الكلمة مثلا في هذه الكلمة البعض يقول ثامب وهي ليست ثامب هي ثامب ثامب اضغط على الثامب أسفل الفيديو اضغط على اللايك ثامب هذا هو الثامب هذا الإصبع الإبهام ثامب ولا تضغط على هذا الثامب هذا هذا الكلمة الثانية مشهورة جدا ليست كلايمب بل كلامب إنه يتسلق الشجرة ولكن لماذا أسمع الجميع يقولون تومب رايدر هذه اللعبة المشهورة الجميع يقول تومب رايدر الناهب وليست رايدر هكذا تكتب رايدر رايدر معناها الراكب مثلا في الدراجة أو في الحصان ولكن رايدر هو من ينهب من يسرق توم رايدر معناها ناهب القبور إذن ماذا عن كلمة بومب؟ لا تقول لي أننا نقول بوم أنا أسمع الجميع يقولون بومب لم أسمع شخصا يقولها بدون البي لا نقول بومب بل نقول بام بام بالفرنسية نقول بومب ولكن بالإنجليزية نقول بام بام لا ننطق البي بام طيب ماذا إذا جاء الآن قبل حفل بي في وسط الكلمة؟ هل تتضبق عليه نفس القاعدة؟ الإجابة هي بعضا تطبق القاعدة مثلا في كلمة plumber plumber وبعضا لا تطبق القاعدة مثلا في كلمة number number أو embassy embassy هنا ينطق البي بشكل عادي رغم أنه جاء قبل حرف الام يعني في هذه الحالة والحالات المماثلة تتعلم هذه الكلمات بالتعود بالاستماع ولهذا دائما أنصحك بالاستماع إلى اللغة الإنجليزية خاصة من native speakers من المتحدثين بها كلغة أم إذا كنت تريد أن تحسن لهجتك البريطانية استمع إلى البريطانيين إذا كنت تريد أن تحسن لهجتك الأمريكية استمع إلى الأمريكيين القواعد التي نرىها الآن تنطبق على الإثنين تنطبق على الإنجليزية البريطانية والإنجليزية الأمريكية وكذلك على الإنجليزية الأكاديمية وغير الأكاديمية هذه قواعد عامة الحالة الثالثة دائما مع حرف البي ولكن هذه المرة عندما يأتي بعد حرف الت مثل هذه الكلمة وهذه الكلمة لا نقول دوبت بل نقول داوت داوت والتي معناها الشكل إنه يشك فيه وهذه الكلمات أيضا لا نقول دبت بل نقول دت دت ولكن ماذا إذا جاءت في وسط الكلمة؟ مثل هذه الكلمة العديدون حتى النايرف سبيكرز يقرؤونها سابتل يعني هناك حتى بعض النايرف سبيكرز متحدثين بلغة الإنجليزية كلغة أم يقولون سابتل ولكن هي في الحقيقة ساتل ساتل ليست سابتل بل ساتل ولكن ليس هذه الكلمة هذه ساتل معناها يستقر يستقر هذه معناها إنسان فصيح ولكن نرى هنا هذه الكلمة لا نقول سابتل بل نقول سابتل أي هنا البي ينطق أي في هذه الحالة هناك بعضا ننطق البي عندما يأتي قبل حرف ت وبعضا لا ننطقه مثل المثال الأول ومثل ما قلت تتعود على هذه الكلمات بالاستمال الحالة الرابعة مع حرف الح عندما يأتي قبل حرف الأو مثل ما ترون هناك قسمين القسم الأول والقسم الثاني في القسم الأول الكلمات التي ترونها في القسم الأول لا ننطق فيها حرف الأو لا نقول هونر نقول آنر لا نقول هاور نقول آور لا نقول هونست نقول آنست وفي القسم الثاني لا نقول أوريبل نقول هوريبل هوريبل وهنا لا نقول هوريبل نقول هوريه 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 فيلم خوف إذن مثل ما ترون لا توجد أي قاعدة في هذه الحالة بعضا يكون اله لا ينطق وبعضا ينطق يعني هذه أيضا داخلة في الاستماع الحالة الخامسة والأخيرة هي مع حرف الدي أولا عندما يأتي حرف الدي قبل حرف الجي مثلا في كلمة هذه الكلمة الأولى لا نقول قادجيت حتى تحس بوجع في الفم نقول قادجيت قادجيت يعني الدق يحذف تماما قادجيت قادجيت معنى أداة صغيرة أو جهاز صغير مثل الهاتف مثل التابلت هذون نسميهم قادجيت جادج جادج لا نقول جادج فعلا وجع في الفم جادج جادج القاضي بريج بريج الجسر نولج ترون هنا فيها الكي وفيها الدي يعني حرفين صامتين نولج وممكن إضافة حتى دابليو لأنه نو لج يعني فيها فقط خمس حرف تنطق كل حرف الباقية هي صامتة يعني حتى ترون أن كمية الحرف صامتة في الإنجليزية كبيرة وأجيبة جدا أوكي الآن نرى هذه الحالة هناك حالة أخرى يكون فيها الدي صامت ولكن لا توجد أي قواعد مثلا في كلمة وانس داي وانس داي مثلما رأيتم لم ننطق دي وأيضا لم ننطق حرف آخر وانس داي لم ننطق أيضا الإي وانس داي نعم لم ننطق دي ولم ننطق الإي وانس داي والذي يعني يوم الأربعات وهذه الكلمة محل خلف هناك البعض لا ينطقون الدي يقولون سانويتش والبعض ينطقونه ويقول ساندويتش إخواني أخواتي نتوقف عند هذا الحد حتى يكون الفيديو خفيفا ضريفا عليكم إذا كنتم تريدون المزيد من هذه الحروف من الحروف التي لا تنطق وكذا محتوى من هذا النوع أقصد الدروس التعليمية على القناة ما عليكم إلا مشاركة الفيديو والتفاعل مع الفيديو باللايك والتعليق لأن المحتوى التعليمي صار التفاعل عليه منخفض جدا في القناة في العون الأخيرة مما قد يؤدي في المستقبل إلى أن ينقص هذا المحتوى بشكل كبير فإذا أردتم محافظة على المحتوى في هذا القناة ما عليكم إلا تشجيعه كيف تشجعه كما قلت باللايك والتعليق وخاصة المشاركة حاول أن تشارك الفيديو مع أصدقائك على مجموعات على الفيسبوك مهتمة بدراسة لغة الإنجليزية حتى يكون هذا منك تشجيعا لنا على المواصلة في هذا النوع من المحتوى إذا إخواني أخواتي نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله إذا لم تشترك بعد أرجو أن تشترك على القناة سلام موسيقى 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 موسيقى